الكثير بيفكر انه جهاز ميني اي تي اكس عشان اللوحة بكف اليد انه ضعيف وما يوازي قوة الجهازين الوراية يعني كل ما كبر الجهاز علىها يعني انه كان افضل لا يا حبيبي انا اليوم جاء لكم تجميعة ميني اي تي اكس اكس تسعة وتسعين مواصفاتها جدا عالية هذه التجميعة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته معكم محي تيك ها اش رأيكم في سيت اوب هذا البداية فانا غبت كذا اليوم عشان ازبط لكم السيت اوب عموما حلقتنا اليوم عن جهاز ميني اي تي اكس الخارق لوحة اكس تسعة وتسعين من ازرق ورامات ثلاثين جيجا من كروشل وكيس من كورسير وايضا عندنا اس اس دي من سامسونج القديم من سرعته تقريبا ثمانمية فالان انا هجرب التجميع هذي وحسوي بنش ماركة من هذه القطعة على هذه القطعة هنجرب الجهاز على الفور كي وعلى توكي وعلى فل اتش دي طيب الكرت الي راكب حاليا كرت 980 تي اي كيف لو ركبت 1080 كيف حيكون الاداء جدا بطل فانا ركبت 980 تي اي حكم اني ما عندي كرت الان 1080 اجرب ونشوف اداءه كيف مع الالعام هجرب كذا لعبة وزي ما قلت البنش ماركة يا جماعة ما يتم الا على شاشة فور كي يعني اذا عندك شاشة فل اتش دي وتروح تسوي اب سكيل هذا ما هو بنش مارك وغلط ولا حد يصدق اي فيديو فالبنش مارك حيتم عبر هذي القطعة لانها بتدعو فور كي نجرب فل اتش دي وتو كي فور كي على كذا لعبة طبعا انتم شايفين الانتينة هذي مش حقه لان الانتينة مع السفريات سلكين وحطيه مربع زي ما تتم شايفين في الصورة ضاعت علي لان خليت جهازي في المنطق اللي انا كنت اروح لها تقريبا حق اسبوع مع التنظيف مدني وين مدوها فاستبدلتها بانتينة ما شاء الله صار يوصل لغرفة الثانية فاستبدلها بانتينة عادي شيء يعني اللي ما عجبني في تجميعة ميني اتي اكس الانتينة في بعضها يجيك مع الآوشيلت تجيك ثابتة هذه حلوة لكن هذه لا اسلاق بجوة بس بصراحة ابداع هذا العيب الوحيد اللي انا واجهته فاستبدلت الانتينة بانتينة كبيرة خدت الواحد بـ 18 ريال ما شاء الله سأريه وصل لغرفة الثانية فاعموما هذه المهل الانتينة اللي جيت معاه والانتينة اللي موجودة الآن في الفيديو هذا هي اللي جيت معاه مربعة بتوصل مدى طويل عمونا اخوان خلونا الآن نشوف التجميعة هذه هل تستاهل الشراء او لا ورابطها بالوصف قطعة قطعة تشكريها تجمعها يا حبيبي تقدر كما تحص الكيس يعني اصغر من هذا يضم لك القطع خليها صغيرة اوه نسيت حاجة عندي الـ باور سوبلاي من سيلفر ستون ويفضل انك تاخذ اي تي اكس عشان الصندوق لا تاخذ باور سوبلاي كبير خلونا نجربها نشوف ش اللي يصير نشوف الاداء كيف هل تستحق الشراء ام لا تابعوا لي تابعوا لي تابعوا لي اشتركوا في القناة 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 عالي وما يتطور هذي يتطور رابط 32 جيجا انا بركب 32 جيجا وهرتز 2130 واقدر ازيد لين 3000 فرأيكم مع البنش بارك هل تستحق الشراء ام لا واعطوني كمان رأيكم على الخلفية ولا تنسى شيك على قطعة موجودة بالوصف انصحك فيها اذا انت تبغى تقتلل 4k في قناتكم كذا وصلنا لهذا الفيديو ولا تنسوا الاشتراك بالقناة ونشرف فيديو واعجاب السلام عليكم اعطوني اي فكرة الخلفية باي باي